ما نصيحتكم لطلبة العلم المبتدئين وانشغال بعضهم بالردود بين المشائخ والعلماء عليهم ان يطلبوا العلم اولا على المشائخ اما في حلق الذكر التي تكون في المساجد واما في المدارس والمعاهد والكليات دراسها النظامية عليهم ان يشتغلوا بطلب العلم ويتركوا الكلام والرد والمراد بينهم يشتغلون بطلب العلم وبذكر الله وبالنصيحة بعضهم لبعض وترك الغيبة والنميمة والجدال الذي يشوش الافكار ويحقد القلوب بعضها على بعض طالب العلم يجب انه يكون مصلح بين الناس فكيف هو يفسد بين الناس ما يجوز هذا ما يجوز للمسلم فكيف بطالب العلم الواجب ان يكون طالب العلم يتسم بالاصلاح بين الناس وتسوية النزاعات بينهم هذا هو الواجب ومناصحة المخطي هذا هو الواجب على طالب العلم نعم